موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وحلقة جديدة من المنديال على قناة الأهلي فرنسا تتأهل للمباراة النهائية لمنديال روسيا 2018 بعد مباراة قوية جدا أمام المنتخب البلجيكي المباراة انتهت 1-0 وصاحب الهدف هو سامويل أمتيتي لاعب نادي برشلونا مباراة كيد كلنا تابعناها وشوفنا أحداثها بلجيكا منتخب محترم منتخب جيل يستحق أنه يكون موجود في المربع ذهبي للبطولة لكن الحفظ والتوفيق ما خدمش المنتخب البلجيكي لكنه كان واقف بشدة مع المنتخب الفرنسي المنتخب فرنسا يعني بيصعد للنهائي الثاني مع ديشامب ديشامب صعد نهائي يورو الأخير خسر أمام البرتغال في المباراة النهائية لكن هل الحظ وهل القدر كان شايل له أنه يتم تعويضه في نهائي 2018 علشان يرفع الكاس كلاعب ومدرب المباراة تبقى صعبة جدا الفائز من إنجلترا وكرواتيا هيلاقي المنتخب الفرنسي يوم الحد الساعة خمسة بتوقيت القاهرة يعني أحداث المباراة يمكن ديشامب عنده طريقة لعبة معينة ما غيرهاش ديشامب دايما من المدربين اللي بيتمسكه بالتاكتك اللي دايما بيتمسكه بطريقة اللعب وطريقة العداء اللي احنا تابعناها في المباراة لو شفنا إحصائيات المباراة هيبان من الكلام اللي أنا بقوله إن منتخب بلجيكا كان المستحوز هو اللي كان ضاغط على منتخب فرنسا منتخب فرنسا كان بيعتمد على سرعاته في الهجمات المرتدة كمان بعد ما فرنسا أحرصت هدفها الأول دفعت أكتر من مكانة النتيجة صفر صفر أو تعادل سلبي بلجيكا استحواز ستين في المية مقابل فرنسا أربعين في المية فواضح الاستحواز لمنتخب بلجيكا لكن عايز أقول لحضراتكم إن الهجمات المرتدة للمنتخب الفرنسي كانت خطرة جدا 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 يعني على سبيل المثال لو ما احنا نقول ستين في المية لمنتخب بلجيكا نسبة الاستحواز في إحصائية أطلع لحضراتكم من الرقم ده وكمان أربعين في المية لمنتخب فرنسا نسبة الاستحواز لكن لو جينا بصينا على الهجمات الخطرة لكل فريق من نسبة الاستحواز هللاقي إن منتخب بلجيكا تسعتاشر في المية من الاستحواز اللي هو قيمته ستين في المية مقابل فرنسا عشرين في المية ففرنسا استحوازها أقل من بلجيكا لكن هجمتها أخطر من المنتخب البلجيكي وده اللي احنا نتكلم عليه إن دي شامب عنده وجهة نظر فنية وأكيد طبعا يعني تألق الحارس البلجيكي لعب مادة شلسي كورتوة كان سبب في خروج المباراة بهدف واحد فقط لغير لوكاكو كان رقابة لثيقة من أمتيتي وفارانا وبالتالي لوكاكو معرفش يستخدم القوة البدنية ولا القوة المهارية اللي موجودة عنده في مباراة اليوم وبالتالي لوكاكو كان أقرب واحد إنه ينافس هاريكين على لقب الهداف لكن لوكاكو بيخرج وهاريكين عنده مباراة بكرة طبعا لسه في مباراة التالت الرابع للمنتخب البلجيكي لكن بنتكلم على إن هاريكين ستة هداف ولوكاكو عنده أربع هداف على ما أعتقد وبالتالي لوكاكو كان يطمع في الوصول النهائي والمنافسة على لقب الهداف هاريكين لسه عنده مباراة بكرة ولو صعد المباراة النهائية لو ما صعدش يلعب على التالت والرابع لكن زي ما بكلم مع حضركم في الإحصائيات والأرقام يعني لو هنبص على بعض أيضا الإحصائيات والأرقام اللي احنا نتكلم عليه الخاصة بالمباراة إن عدد التصويبات على المرمى منتخب فرنسا عنده خمس تصويبات مقابل ثلاثة للمنتخب البلجيكي أما التصويبات خارج الثلاث خشبات للمنتخب البلجيكي خمسة مقابل ثمانية للمنتخب الفرنسي عدد الضربات الركنية خمسة لبلجيكا أربعة لفرنسا الضربات الحرة ستة للمنتخب البلجيكي مقابل سبعة عشر للمنتخب الفرنسي أما عدد التمريرات المكتملة وده رقم يعني مش شرط يكون الفريق محق رقم كبير علشان خاطر يكون هو الفائز أو هو صاحب الريادة في المباراة شفنا منتخب أسبانيا خرج من دور 16 لكنه عنده أكبر عدد من التمريرات في البطولة لحد الوقتي 3,120 تمريرة عدد تمريرات المنتخب الأسباني في أربع مباريات منهم مباراة كان فيها وقت إضافة هي مباراة روسيا وبالتالي بلجيكا باست أو عدد تمريراتها في المباراة 565 تمريرة مقابل لفرنسا 294 تمريرة النص تقريبا لكن استحوال سلبي للمنتخب البلجيكي لهجمات أقل من المنتخب الفرنسي المنتخب فرنسا عرف أنه هو يخرج من المباراة بصعود للمباراة النهائية بعدم اللجوء إلى وقت إضافي وبالتالي يحصل إجهاد للعبين قبل مباراة مهمة هي المباراة النهائية وفي نفس الوقت بدون أي إصابات ودي مهمة جدا جدا لأي مدير فني قبل مباراة مهمة زي المباراة النهائية لبطول الكأس العالم 2018 بالمناسبة منتخب فرنسا هو أغلى منتخب موجود أو أغلى تشكيلة موجودة في البطولة مليار ومتين مليون يورو عدد قيمة التسويقية أو قيمة السكواد أو اللعيبة اللي موجودة مع منتخب فرنسا وبالتالي بنتكلم على لعيبة أكيد على أعلى مستوى بنتكلم على قلبي دفاع برشلونة وريال مدريد بنتكلم على إنبابي واحد من أكتر اللعيبة اللي عندها سرعة وعندها مهارة وكمان عنده 19 سنة لسه قدموا المستقبل كبير جدا يمكن تاني لاعب أو تاني أصغر لاعب في تاريخ المونديالي يسجل أهداف بعد الأسطورة بليه لو توج بالبطولة أو يوم الحد لو فرنسا كسبت باللقب أعتقد هيبقى إنجاز يعني تاريخي لإمبابي وزي ما قلت لحضراتكم كان بليه فقط هو صاحب الإنجاز الوحيد كمشاركة في كأس العالم وأيضا إحراز أهداف وبالتالي لسه هنشوف بقى يوم الحد هل فرنسا هتواجه إنجلترا مباراة بكرة إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة ما بين كرواتيا وما بين المنتخب الإنجليزي مباراة قوية جدا